موسيقى وزيرة العلاقة الخارجية لكولومبيا في زيارة عمل إلى الجزائر بدءا من اليوم 200 مليار دينار جزائري قمت الزيادة الأخيرة في رواتب عمال القطاعين العمومي والخاص دوليا تسريبات الصندوق الأسود ترجح نصف الطائرة الروسية وفي الرياضة كوركيف يعلن قائمة الجزائر بمواجهتي تنزانيا موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة بدعوة من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية وتعاون الدولة رمطل عمامرة حلت اليوم بالجزائر وزيرة العلاقات الخارجية لكولومبيا السيدة ماريا أنجيلا أولغين زيارة رئيسة الدبلوماسية الكولومبية تأتي لتعزيز علاقة الصداقة والتعاون التقليدية التي تربط الجزائر وكولومبيا من خلال تعزيز الحوار والتشاور العريقين حول المسائل الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخلال زيارتها التي ستتوصل إلى غاية يوم الأربع المقبل ستجري السيدة أولغين العديد من اللقاءات على مستوى مختلف الهيئات هذا وستقوم الوزيرة الكولومبية رفقة وفد هام برئاسة الاجتماع السنوي للسفراء الكولومبيين المعتمدين في أفريقيا وفي الشرق الأوسط أعلنت المركزية النقبية أن الأثر المالي لزيادة النتجة عن إلغاء المادة 87 مكرر بلغ 200 بليار دينار وقالت أن أجور العمال عرفت زيادات مهتبرة بـ 70% طيلة السنوات الماضية مقابل 45% لمنح التقعد فيما كشفت عن اتفاق مع أرباب العمل لتحرير النشاط النقبي داخل القطاع الخاص وهو ما يتناقض مع مضمون قانون العمل الجديد الموجود لدى سيد السعيد باعتباره يقمع النقبيين عمار اسماعيل يفصل في الموضوع عكس ما كان منتظرا تجنب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين خلال اللقاء أول أمس برؤساء الاتحادية والفيدراليات بالعاصمة الحديث عن ملف التقاعد ومشروع قانون العمل الموجود فوق مكتبه منذ أكثر من عام كما لم يتضمن جدول أعمال اللقاء منقشة النص الجديد ما يفسر تأجيل اللقاء الرسمي الذي كان سيجمع ممثلين عن الحكومة والباترونة والاتحاد لمناقشته والفصل فيه بصفة نهائية ليس هذا فقط فالاجتماع الذي وصف بالهام تحاشى الخوض في ملفات شائكة تنتظر موقفا رسميا من أكبر تنظيم النقبي على غرار ملف التقاعد وقرار الحكومة إعادة النظر في مختلف سياغه واكتفى سيدي السعيد بالمقابل بتقديم حصيلة أولية لعملية إلغاء المادة 87 مكرر وانعكاسها على منظومة الأجور وفي هذا الإطار بالذات قدرت المركزية النقابية على لسان أمينها العام قيمة الغلاف المالي الذي خصص للزيادات الناتجة عن القرار في القطاعين العموم والخاصة بـ 200 مليار دينار وقالت إن زيادة الأجور والتعويضات بلغت معدل 70% منذ 9900 ألف مقابل 45% بالنسبة لمنح التقاعد كما تطرق سيدي السعيد إلى رواتب عمال القطاع الخاص وقال إنها شهدت هي أيضا زيادات معتبرة إثر إلغاء المادة تروحت بين 3000 دينار والـ 4500 دينار وكشف الأمين العام للاتحاد عن بروتوكول اتفاق مع منظمة أرباب العمل يكرس حرية النشاط النقبي في القطاع الخاص ويسمح بإنشاء فروع نقابية داخل المؤسسات الخاصة وهو ما سيتم الفصل فيه رسميا خلال لقاء مقرر بين الاتحاد والبطرونة خلال الأيام القليلة المقبلة دعت الأمانة الوطنية للتجمع الوطني الديمقراطي نواب الحزب في البرلمان إلى دعم مشروع قانوني المالية والمشروع المتعلق بالاستثمار الذين تقدمت بهما الحكومة سد الطريق أمام الشعبوية والديماغوجية باطباره يحمل بعدا اجتماعيا هاما ويعزز الحفاظ على المصالح الاقتصادية الوطنية دعت الأمانة الوطنية للتجمع الوطني الديمقراطي في بيان لها عقب اختتام اجتماع الحزب نواب البرلمان إلى دعم مشروع قانوني المالية والمشروع المتعلق بالاستثمار دعية إياهم بإبرازي الامتيازات التي يتضمنها القوانين أثناء مدخلاتهم في المجلس الشعبي الوطني بغية تنوير الرأي العام والسد طريق أمام الشعبوية والديماغوجية كطريقة من طرق التجند لتمرير الإجراءات التي حملتها بنود هذا المشروع والتي حملت زيادات ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطن كما سجل التجمع الوطني الديمقراطي ارتياحه لعناصر مشروع تعديل الدستور التي أفصح عنها رئيس الجمهورية سيد عبدالعزيز بوتفليقة في رسالته التي وجهها بمناسبة إحياء الذكرى الواحدة والستنين لاندلاع الثورة التحريرية واعتبر الانندي بأن رئيس الجمهورية قد أكد من خلال رسالته ثابات مسعى من أجل التجديد الوطني الذي ارتكز في البداية على استعادة الأمن والوئام ليتعزز بعد ذلك بالتنمية المعتبرة التي عرفتها البلاد على الصعيد الاجتماعي وعلى مستوى المنشآت القاعدية مضيفا أن كل ذلك سيسمح للديمقراطية بأن تحقق خطوة نوعية في جزائر مستقرة ومتصالحة مع الذات من خلال الدعديل الدستوري المرتقب يعود الحديث عن الكتاب المدرسي بمناسبة الصالون الدولي للكتاب وهذه المرة عن محتواه الأدبي الذي لا يعكس ثراء الإبداعي للكتاب الجزائريين رغم وجود اتفاقية بين وزارتي الثقافة والتربية إلا أن نسبة ما تزال ضئيلة حسب المسؤولين ويعترفون أيضا بأهمية المطالعة كرافد بيداغوجي يساهم في فتح أفق تلميذ خارج الدروس المعهودة التقرير لنبيل سنجاق أكد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية محمد بالعابد لدى مشاركته في ندوة مشتركة مع وزارة التقافة بمناسبة الصالون الدولي للكتاب الجزائر أن حصة المحتوى الأدبي الجزائري في الكتاب المدرسي ضئيلة داعيا إلى إعادة الكتاب لغايته البيداغوجية وأشار بالعابد إلى أن السيناريو البيداغوجي الذي يتم إعداده من قبل القطاع في ظل التوصيات المنبثقة عن مختلف الندوات الوطنية حول تقييم تطبيق الإصلاح 2014-2015 يرتكز على تعليم مطالعة النصوص الأدبية وتلقينها في المراحل الثلاثة للتعليم في أفق متعددة التقافات واللغات كما تهدف الاتفاقية الموقع عليها في التاسع مارس 2015 من قبل وزارتي الثقافة والتربية إلى إشراك المؤسسات المدرسية في معرض الجزائر الدولي للكتاب وغرس ثقافة المطالعة وحب الكتب في المدرسة الجزائرية والمساهمة في تكوين مفتشي اللغات والأدب الوطني والأجنبي والعلوم الاجتماعية والتربية الفنية من جهته اعتبر الأمين العام لوزارة الثقافة حمد رابح أن الاتفاقية المبرمة بين الوزارتين سيكون لها أطار إيجابية على تقافة المطالعة في الوسط المدرسي أولها تطبيق الإجراء الخاص بضرورة تضمين الكتاب المدرسي بمعدل 80% من النصوص الأدبية الجزائرية خلال الدخول المدرسي المقبل حيا الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون إلى إجراء مفاوضات حقيقية بين جبهة البوليزاريو والمغرب خلال الأشهر المقبلة لتوصل إلى حل يمكن الشعب الصحراوي من تقرير المصير مؤكدا على المنطلقات التاريخية والقانونية التي تؤثر القضية الصحراوية بكون الصحراء الغربية ليست أرضا مغربية وأن وضعها النهائي لا زال مرتبطا بتصفية الاستعمار سهم ساهل وبرقة في الموضوع أوضح رئيس الصحراوي محمد عبد العزيز في تصريح مكتوبة أن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة وما جاء فيها يؤكد على المنطلقات التاريخية والقانونية التي تؤثر القضية الصحراوية بكون الصحراء الغربية ليست أرضا مغربية وأن وضعها النهائي لا زال مرتبطا بتصفية الاستعمار عن طريق تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وبعد أن اعتبر دعوة بانكيمون بمثابة بطاقة الحمراء في وجه الاحتلال المغربي الذي يستعد ملكه لزيارة الأراضي المحتلة قرر رئيس الصحراوي أن هذه الدعوة تعد رسالة واضحة للمملكة المغربية التي منفكت تهارقل جهود الأمين العام ومبعوضه الشخصي كريستفاروس بالمماطلة والمراوغة والاستخفافة هذا التصرح يفند بشكل قطع كل الدعايات والمغالطات التي تروجه لها المملكة المغربية ويقبر نهائيا ما يسمى بمشروع الحكم الذاتي لأنه بتنقضه الكامل مع أبسط مقتضاية الشرعية الدولية لا يوفر أي قاعدة لاستئناف المفاوضات كما أكد الرئيس الصحراوي وجاء في نص تصريح الرئيس الصحراوي أن جبهة البوليزاريو وهي تجدد استعدادها للدخول في مفاوضات جدية وبدون شروط مسبقة كما يطالب بذلك الأمين الغام للأمم المتحدة من أجل توصل إلى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقارير المصير والاستقلال تسجل باهتمام تصريح الأمين الغام للأمم المتحدة وتعتبر أنه خطوة في الاعتجاه الصحيح وفي هذا الصدد قال الرئيس محمد عبد العزيز أن جبهة البوليزاريو توجه نداءها إلى مجلس الأمن الدولي للتجاوب مع الخلاصات التي توصل إليها الأمين العام الأممي والإسرع في اتخاذ أنجع الخطوات التي تعجل بالحل العادل على أساس ميثاق وقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها القرار 1514 وقد دعا بنكيمون كل الأطراف في المنطقة وفي المجتمع الدولي إلى استغلال الجهود المكثفة التي يقوم بها المبعوث الشخصي كريس فرس لتسهيل إطلاق مفاوضات حقيقية خلال الأشهر المقبلة لا تزال تداعيات سقوط طائراء روسية فوق سيناء تتفاعل وسط كشف مزيد من المعلومات التي باتت ترجح فرضية تعرضها لعمل إرهابي فقد أفادت مصادر مقربة من التحقيق أن تحليل السندقين الأسودين للطائر يتيح بقوة ترجح فرضية الاعتداء بقنبلة وفيما علقت روسيا رحلتها الجوية باتجاه مصر أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية على تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال أمن الطيران المدني أخبار دولية مختصرة جمعتها سهام ساهل في التقرير التالي نبدأ أخبارنا الدولية لنهار اليوم بالشأن الفلسطيني حيث عادت أجواء توطر إلى الأراضي الفلسطينية حيث قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينية في 72 من عمرها بعد اتهامها بمحاولة صدم جنود بسيارتها بالقرب من مدينة الخليل في الظرفة الغربية الحادث يتزامن مع مواجهات عنيفة اندلعت بين شبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة بقطاع غزة ما أصفر عن مقتل فلسطينيين وإصابة نحو أربعين أخرين حسب وزارة الصحة الفلسطينية وفي روباديا رحل فيكتور بوليتا عن رئاسة وزراء رومانيا قد تكون له آثار كثير على الاقتصاد الروماني فالمواطنون الرومانيون الذين يعيش الكثير منهم في ظل ظروف اجتماعية صعبة مع انخفاض الدخل وغلاء المعيشة خرجوا في مظاهرات منددة بما وصفه بفساد الطبقة السياسية إلى أن استجاب بوليتا للمطالب الشعبية مقررا الاستقالة محللون اقتصاديون رون أن رحل بوليتا قد يساهم في إزالة الكثير من العوائق أمام المستثمر الراغبين في الاستثمار في ثاني أكبر الاقتصادات الشهدة للنمو في شرق أوروبا وفي الشأن السوري خبراء الأسلحة الكيموية يؤكدون أن غاز الخردل المحظور بموجب القوانين الدولية استخدم خلال معارك اندلعت في سوريا في أوتر ماضي بين مقاتل تنظيم ما يسبب داعش ومجموعة مقاتلة أخرى التقرير الجديد يعد أول تأكيد راسمي على استخدام غاز الخردل منذ وافقت دمشق على تدمير مخزونها من الأسلحة الكيموية وفي أخبار اللاجئين وصل الآلف منهم إلى أثناء بعدما تقطعت بهم السبول لعدة أيام في جزر بحراء جيليونانية على خلفية إضراب لعمال العبارات ونقلت العباراتان التيراجيت وبلوستار نحو أربعة ألاف لاجئ ومهاجر من جزيرة ليسيبوس وخيوس إلى ميناء بيرايوس في أثناء وكان نحو خمسة وعشرين ألف شخص قد علقوا على الجزر اليونانية التي يصلون إليها قادمين من السواحل التركية منذ بديء إضراب لعمال العبارات الأثنين الماضي وتسعى الغلبية العظمى من اللاجئين إلى التوجه إلى أوروبا الغربية حيث دول الاتحاد الأوروبي الأكثر ازدهارا عودة إلى أخبار الوطن وفي أخبار الرياضة وجه مدرب المتخب الجزائري لكرة القدم كريستيان كورغيف الدعوة لخمسة وعشرين لاعبا تحسبا للمواجهة المزدوجة بين الخضري وتنزانيا ضمن الدور التصفوي الثاني للمؤهل إلى مونديال 2018 بروسيا حسب ما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ما يميز القائمة هو استدعاء لأول مرة المدافع الشاب رامي بن سبياني المحترف في نادي مونبوليا الفرنسي والذي هو ضمن تعداد المتخب الجزائري لأقل من ثلاثة وعشرين السنة وتستقبل تنزانيا الجزائر يوم الرابع عشر من نوفمبر بدار السلام على أن تقام مباراة الإياب الجزائر يوم السابع عشر من الشهر نفسه في البوليدة بهذا نكون قد وصلنا إلى ختم النشرة تذكير بأهم الأنباء وزيرة العلاقة الخارجية لكولومبيا في زيارة عمل إلى الجزائر بدءا من اليوم 200 مليار دينار جزائري قمت الزيادة الأخيرة في رواتب عمال القطاعين العمومي والخاص دوليا تسريبات الصندوق الأسود ترجح نصف الطائرة الروسية وفي الرياضة كوركيف يعلن قائمة الجزائر بمواجهتي تنزانيا شكرا لكم إلى اللقاء